بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفتاوى الرمضانية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه هل هناك تقوص معينة لإحياء ليلة القدر فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد الليلة ليلة السابع والعشرين من رمضان الليلة اللي جاية علينا دي بعد غروب الشمس ليلة سبعة وعشرين رمضان وكثير من العلماء رجحوا أن ليلة القدر تكون في ليلة السابع والعشرين نعمل إيه في هذه الليلة إحنا نتحراها في هذه الليلة وفي كل الليالي الوترية وفي ليالي العشر الأواخر عموما صلي المغرب وتناول الإفطار ولا يعني تثقل في الإفطار عشان تكون خفيف في قيام الليل واذهب إلى المسجد مبكرا صلي العشاء صلي الترويح مع الإمام وكل مساجدنا والحمد لله مفتوحة في هذه الليلة المباركة تفتح المساجد من بعد المغرب إلى صلاة الفجر أو إلى صلاة الضحى في ليلة سبعة وعشرين رمضان صلي العشاء والترويح واجعل لك في هذه الليلة ود مع القرآن الكريم اقرأ جزئ أو جزئين من القرآن استغفر قل لا إله إلا الله التسبيح التحميد التهليل التكبير الحوقلة اغتنم هذه الفرصة في هذه الليلة المباركة وأكثر من الدعاء وخصوصا دعاء النبي الذي علمه للسيدة عائشة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنها بدل ما تقول فاعفو عني خلها فاعفو عنها لتشمل الجميع في درس علم في المسجد اجلس واستمع درس العلم لو بيصلوا صلاة تسبيح صلي معهم صلاة تهجد صلي معهم تصحر فإن الصحورة فيه بركة وصل الفجر في المسجد ولو في درس علم بعد الفجر اجلس واستمع وحاول أن تجلس في المسجد إلى طلوع الشمس وبعد الطلوع بربع ساعة تصلي الضحى هذا هو الروتين النبوي الذي يفعله الإنسان ويغتنمه من هدي رسول الله افعل الكلام ده وعلى الله القبول إن شاء الله وهذه ليلة مبركة لا تفوتوها العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر وأن يجعلنا فيها ممن عفى عنهم وغفر لهم ورحمهم اللهم أمين يا رب العالمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته